والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحسوني جدا 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 يا شباب والنهاردة جت لنا فكرة انا واخوية نعمل فيها كارت جميل جدا الفكرة دي اللي جت لنا ميس الرسم بتاعتي ميس سهير ربنا يبارك فيها يا رب هي اللي جت لنا الفكرة وطبعا انا احنا هنقسم الفكرة انا هرسم سمك القرش واخوية هيلونها وهيقوم بقية الكارت وطبعا انا دلوقتي بارسم الخط الخارجي بتاعسمك القرش عشان اما اعجي ارسم المنامح بتاته يكون وضحة وسبتة وطبعا انا دلوقتي بارسم او يعني بارسم خطوط ومع دها بارسم الخط الاساسية والطريقة دي هي الان انا رسمت بها كل الرسومات اللي علي القناة واللي مش علي القناة او بمعنى اصح كل رسوماتي فعني انسحكم جدا أرسم الخط الذي يفصل ظهر سمك القرش عن بطنها وهو خط ميل شاية وليس خط مظبوط خط متماول لأن مناخر سمك القرش ورسمت نقطتين مناخر سمك القرش ورسمت الخطوط عن سمك القرش سمك القرش كانت صعبة جدا ولكن بعد اغتهاد عرفت اعملها سمك القرش كان المفروض بقى سيف بها نقطة بيضة ورسمت نفس المكان اللي هو في نفس العين اللي جنبها علشان تبان ان هو ضوء حقيقي نزل على عين سمك القرش ورسمت الخياشين بتاع سمك القرش ورسمت بقى سمك القرش ورسمت بقى سمك القرش ورسمت بقى سمك القرش سمك القرش ارسم هذا الكبير وقد كانت درس السمك القرش الأمر فقط سمك القرش بقى سمك القرش ورسمت بقى قرّش Winter وجدت اللي هيدات الدرس الإنود سوف ارسم الشعب المرجانية سوف ارسم الشعب المرجانية سوف ارسم الخطوط سوف ارسم الخطوط و ارسم الشعب المرجانية سوف ارشم ليلة ولون ديل سمكة القرش وزعنافها وزعنافت دهرها ولون عينيها لونها أصفر وابتدى يلون التحالب الشعب المرجانية فيه تحالب لونها كموني وتحالب لونها أخضر غامق وفيه البردو يعني الشعب المرجانية فوق كان لونها أحمر الدوائر اللي فوق وينزل بلون برتقاني محمر وبعدها أخذ اللون البرتقاني المصفر أو يعني داخل على اللون الأصفر ولون به وردية البحر وبرده لون الفقوقيعة اللي فوق سمكة القرش الفقوعات ودلوقتي هيبتدي يلون هو بوق سمكة القرش اللي حوالين الأسنان بتاعته طبعا احنا منلونها باللون الأحمر علشان بوق سمكة القرش أو بوق أي كائن يعني جواله أحمر وعلشان برضه لما نيجي نفتح الكارت نلاقي لونه أحمر مناسب للون الكارت سمكة القرش الفقوعات اللي ما بين الأسنان اللي احنا كنا لسا منلونها باللون الأحمر ودلوقتي طبعا حياة كانت صعبة قوي فما كدبش عليكو يعني الصنوحة بالقطر ودلوقتي هنطبقها على شكل المسلة زي ما انتو شايفين كده وهنعمل نفس الحركة في الناحية التانية علشان لما نيجي نقفل الكارت البوق يطلع معانا يعني هوا ده الكارت أصلا تمام فهو بعد طبعا محاولات ومعاناة مع الكارت لغاية ما يزبط يعني اهو الحمد لله عرفنا من يزبطه وتمام وكله تمام طبعا اهو بعد ما خلصناه لازم الفراغ يكون على شكل مثلس كده هنجيب ورقة اه ورقة ملونة لونها احمر بالشكل ده وباللون ده طبعا وهنطبقها وهننزعها بالجلو مع الورقة اللي هي رسلنا فيها سمكة القرش علشان لما نيجي نفتح البوق لغاية سمكة القرش نشوف اللون الاحمر من جواه طبعا هننزعها بالجلو مش اي حاجة تانية طبعا بننزعها بالجلو علشان يزبط في الورقة ولما نيجي نفتح الكارت الكارت ما يبصش والورقة طبعا طبعا هننزعها كلها وكده يكون الكارت خلص وما تنسوش تحط اللايك وسالام شكرا شكرا شكرا